عايزين نروح بقى البطل العالمية يا جماعة بنت من أبناء النادي الأهلي مايار شريف مايار شريف بتتقلق برضو في الفترة الأخيرة النهاردة مايار أول لاعبة مصرية بتوصل للدور الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة الكبرى للتنس أولى بطولات الجراند سلام الأربعة للسنة دي النهاردة مايار 24 سنة بتصنف المية 28 عالميا في الدور التمهيد التالت والأخير اللي بيؤهل المنافسات الرسمية على الصربية أليكزاندرا كرونتش المصنفة 232 عالميا بواقع الستة الواحد وستة الاثنين ده يعتبر تاني ظهور لميار في البطولات الكبرى دي بعد مشاركة طبعا السنة اللي فاتت في رولان جارز وطبعا يعني بطلة برضو بنت من أبناء النادي الأهلي اللي احنا بنحييها وبنفتخر بيها الحقيقة من السنة اللي فاتت عاملة شغلة أكتر من رائع ودايما فخورين دايما كرة القدم بتاخد صورة لكن كمان عندنا بطلات في جميع اللعبات شفنا على المستوى الكرة الجماعية بنتكلم على كرة السلة واليد كمان على مستوى التنس بتقدم مستوى أكتر من رائع في بطلات عالمية ونفسنا بقى كمان نشوف ان شاء الله في تتقدم لأدوار كمان النهائية وده هتبقى يعني هتبقى صغيرة يعني قدامها المستقبل طويل ودايما احنا support خاصة لولاد النادي الأهلي طبعا